صورة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني كانت كفيلة بأن تزج بإيراني في السجن بعد أن التقطها أمام الكعبة خلال إدائه مناسك الحج وبحسب ما كشف موقع قناة العالم أن الاعتقال حصل في يوم عيد الغدير الأغر فمن هو خليز دردمان؟ وما قصته؟ وفقا لموقع العالم دردماند ينحدر من منطقة درجة في أصفهان الإيرانية وكان يؤدي مراسم الحج لهذا العام برفقة والدته كما أن الأخير هو من النشطاء الإعلاميين وبحسب المصدر السابق كان يطوف أيضا نيابة عن الشهداء ويعكس ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور الشهداء مع توجيه تحيات لهم وفي فيديو آخر له خلال إدائه مناسك رمي الجمرات نشر دردماند فيديو على حسابه عبر تويتر هاجم فيه أمريكا وقال دعونا لننسى أن أمريكا هي الشيطان الأكبر أما في تفاصيل الاعتقال تم نقل الحاج الإيراني المعتقل إلى سجن كان فيه عدد آخر من السجناء الإيرانيين لكن قوات الأمن السعودي استدعته ونقلته إلى سجن آخر بعد يومين من اعتقاله كما أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه تم تشكيل ملف قضائي بشأن دردماند ومن المقرر البت في قضيته ولكن عادت وقالت الآن وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوما لا تتوفر أنباء عن إطلاق صراحه يذكر أنه أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان استقبل أسرة دردماند وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية بأن عبداللهيان أوضح في اللقاء مع أسرة خليف دردماند إجراءات الوزارة والخطة المستقبلية لإطلاق صراحه وإعادته إلى الوطن اشتركوا في القناة